بسم الله الرحمن الرحيم نواصل شرح مقرر تنظيم حاسبات اثنين نحن في الباب الثالث Memory Organization وفيه ننتغل إلى الدرس التالي Chapter 3 Lecture 2 Memory Hierarchy and Management هذا الدرس عن هرمية أجزاء الزاكرة وكيف ندير زاكرة الحاسب إذن موضوعين نغطيهم في هذا الدرس هما Memory Hierarchy أو هرمية أجزاء الزاكرة المختلفة والMemory Management Unit وحدة إدارة الزاكرة طبعا في الدرس السابق عرفنا أنواع الزاكرة الرئيسية المين ميموري والأجزير الميموري والكاش ميموري وهناك ذاكرة من النوع الذي يدخل إليها وفقا لمحتوى البيانات فيها تسمى الكام أو الكونتينت أكسيسبول ميموري كيف نوصل أو كيف يكون ترتيب هرمية هذه الترتيب الهرمي لهذه الأجزاء داخل الحاسب هذا ما سنرى في الميموري الهيراركي كل أنواع الزاكرة الموجودة في الحاسب تظهر في هذه الهرمية أو الهيكلية أو التسلسل الهرمي للذاكرة إذا نظرنا في الشكل نجد هنا الأجزيرة لميموري وقلنا أنها أنواع إما ماغنتيك تيبس وإما ماغنتيك تيسكس السيديز والعشرطة هذه الزاكرة المساعدة الأجزير الميموري تتصل مع المين ميموري بواسطة معالج الإدخال والإخراج الإنبوت آوتبوت بروسيسر وظيفة هذا البروسيسر هو نقر الداتا من الأجزير الميموري إلى المين ميموري لماذا ننقل البيانات من الأجزير الميموري إلى المين ميموري حتى يستطيع السي بيو أن يتعامل معها إذا نظرت إلى الشكل ليس هناك اتصال مباشر بين الأجزير الميموري والسي بيو وبالتالي حتى يستطيع السي بيو أن يعالج الداتا الموجودة في الأجزير الميموري نحتاج نقلها إلى المين ميموري هذا النقل يتم بواسط الإنبوت آوتبوت بروسيسر وإذا انتقلت البيانات إلى المين ميموري يستطيع السي بيو أن يتعامل معها لأن هناك اتصال مباشر بين السي بيو والمين ميموري قلنا أن المين ميموري سرعة ألف ضعف من سرعة الأجزير الميموري والسي بيو يتعامل مع المين ميموري إذا كانت هناك أجزاء من البرامج موجودة في المين ميموري يحتاجها السي بيو مرارا وتكرارا فهذه تأخذ من المين ميموري إلى الكاش ميموري لماذا؟ لأن الكاش ميموري سرعة عشرة أضعاف المين ميموري إذن السي بيو أيضا له اتصال مباشر مع الكاش ميموري وهذا الاتصال هو الأهم لأن الاتصال يتكرر كثيرا بما أن سرعة الكاش ميموري عالية فالسي بيو من الأفضل أن يتعامل مع الكاش ميموري بما يتعلق بالأجزاء التي ينفزها أو يعالجها باستمرار وتكرار إذن هذا شكل الميموري هيراريكي فيه الأكزيريري ميموري يتصل مع المين ميموري عن طريق Input Output Processor والسي بيو يستطيع التواصل مع المين ميموري وأيضا يستطيع التواصل مع الكاش ميموري هو يتواصل مع المين ميموري في حالة التعامل مع أجزاء البرامج التي يستدعيها أحيانا قليلة ولكنه يتعامل مع الكاش ميموري في حالة أجزاء البرامج التي يستدعيها باستمرار وتكرار طيب ما هو الميموري مانجمينت يونيت؟ ما هي وحدة إدارة الزاكرة؟ باختصار وحدة إدارة الزاكرة هي النظام المسؤول عن عدة أشياء أولها نقل البرامج من الأجزاء اليموري إلى المين ميموري من الذي يشقل الإنبوت أو إضبط بروسسر هو الميموري مانجمينت سيستيم لذلك نقول وين بروغرام من الأجزاء اليموري؟ يستو بي إكسيكيوديد إذا كان هناك برنامج موجود مثلا في سيدي نريد أن ننفذ هذا البرنامج أول شيء الميموري مانجمينت سيستيم is transferred to the main memory يقوم بنقل هذا البرنامج إلى الزاكرة الرئيسية حيث هناك يستطيع المعالج أن يصل إليها ويتعامل معها هذه أبسط أو أهم المهام التي يقوم بتنفيذها الميموري مانجمينت سيستيم أو يونيت طيب ما هي المهام الأخرى التي يقوم بها الميموري مانجمينت يونيت؟ The basic components of a memory management unit are 1. A facility for dynamic storage relocations that maps logical memory references into physical memory addresses هذه الجزئية تتعلق بالتعامل مع الـ virtual memory أو الزاكرة الظاهرية حيث من مهام الميموري مانجمينت يونيت أنه يستطيع أن يعمل مابين أو يوائم بين الـ logical memory references المتوفرة للمبرمج والـ physical memory addresses الموجودة داخل زاكرة الحاسب المابين أو المواعمة بين هذين النوعين من الـ memories أو الـ memory addresses الـ logical addresses والـ physical addresses يقوم بها الـ memory management unit 2. A provision for sharing common programs by different users قد يكون هناك برنامج مشترك استخدمه أكثر من المستخدم في نفس اللحظة من الذي يشرف على هذه المداخلة المشتركة بين المستخدمين إنه الـ memory management unit ثلاثة protection of information against unauthorized access between users أيضا الميموري منجمينت يونيت يحمي المعلومات من الوصول اللي إليها عن طريق أشخاص غير مخولين الوصول إليها بنظام الباص ويرتز وهذه الأمور أربعة prevent users from changing operating system functions في يميع الحاسبات هناك operating system أو نظام تشغيل نظام التشغيل هو النظام الذي يقوم بإدارة جميع العمليات في الحاسب هذا النظام إذا كان الوصول إليه سهل عن طريق المستخدمين يمكن أن يغيروا فيه بقص أو بغير غص فيعطلوها ويسببوا مشاكل إذن من مهام الميموري منجمينت يونيت إنه يمنع المستخدمين من تقيير أنظمة التشغيل أو مهام أنظمة التشغيل المختلفة وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر